موسيقى يعتبر الموضوع الأكثر شيوعاً حقيقة في طب الأطفال يعتبر الموضوع الأكثر مسعدفة في العمل في قسم الطوارئ ألا وهو التهاب طرق التنفسي العلوية التهاب طرق التنفسي العلوية يجب في الحقيقة أن نفرقه عن إنتان الطرق التنفسي العلوية الالتهاب هو المقصود بإحتقان الأغشي المخاطية في طريق التنفسي العلوية وهذا الالتهاب أو الانفلميشن قد يكون انفكشن عندها ندعوه بالتهاب طرق التنفسي العلوية عندما يكون من مصدر إنتاني وعندما يكون من مصدر غير إنتاني فندعوه التهاب طرق التنفسي العلوية مثال على ذلك عندما يكون في سياق رد أو تعرض لمواد كاوية أو لمرض التهابي جهازي أو في سياق بعض الخباسات مثل الليوكيميا فكلها بتعمل احتقان نحن نسميه التهاب في السبيل التنفسي هذا في الحقيقة ليس هو موضوع محاضرتنا اليوم نحن اليوم رح نتناول الانفكشن اللي هو يخمج الطرق التنفسي العلوية أنا حبيت أعطي هذا التوضيح حتى نعرف الانفلميشن مو بالضروري أنه كل التهاب في الطرق التنفسي العلوي يكون انفكشن بالضرورة ممكن يكون انفلميشن نحن اليوم رح نحكي عن الانفكشن عنوان محاضرتنا الالتهاب ولكن المقصود فيها هي خمج الطريق التنفسي العلوي أو انتان طرق الطريق التنفسي العلوي إذن خمج الطريق التنافسي العلوي اللي هو نحن نتكلم عنه اليوم هو عبارة عن انتان هيك بالتعريف انتان يصيب الأغشي المخاطية في البلعوم الأنفي أولا دائما تبدأ الانفكشن بالبلعوم الأنفي ثم ينتشر للأغشي المخاطية في الطريق التنافسي العلوي فوق مستوى الرغامة ممكن يصيب بالإضافة للمخاطية البلعوم الأنفي يصيب مخاطية الأنف مخاطية البلعوم مخاطية الحنجرة عند الأطفال اللي هن تحت الخمس سنين عادة منشوفهم كلهم منصابين كلهم ملتهبين نادرا ما يكون الالتهاب موضع في منطقة البلعوم فقط طيب انتان الطرق التنافسي العلوي أو انتان البلعوم الأنفي ألنا خمسة وستين في المئة من الحالات بيكون سببه فيروسات ويقف على رأسها الرينوفيروس والأدينوفيروس والكورونا فيروس مجموعة الكورونا مجموعة كبيرة بتضم الكثير فيروسات آخرها الكوفيد ناينتين ولكن هي فيروسات معروفة مما قبل الميلاد وموجودة حتى وحصير عليها عزلوها من المميز تبع الممياءات المصرية فهي ليست بالشيء الحديث وفي إحصائية 2015 تعتبر هي الثالث أكتر الفيروسات شيوعا كمسبب لالتهاب طرق التنافسي العلوي 35% بس من انتانات الطريق التنافسي العلوي سببها البكتيريا هدول الخمسة وثلاثين بالمية خمسة وعشرين بالمية سببهم بس المكورات العقدية اللي هي بيتا هيموليتك جروب اي هدول بشكله لوحدها بتشكل خمسة وعشرين بالمية من انتانات الطريق التنافسي العلوي عشرة بالمية الباقي هي أنواع مختلفة من البكتيريا مثل الهيموفلوس الفلونزا والمكورات الرئوية والنيسيريا والماييكو بلازما وغيره من البكتيريا والديفتيريا وغيره من البكتيريا في الحقيقة المستدميات النازلية والمكورات الرئوية صارت أقل شيوعا الآن بعد انتشار اللقاحات وزادت نسبة حدوث المايكو بكتيريا وزادت نسبة حدوث الكوريني بكتيريا اللي هن المجموعتين اللي بيشملوا على الديفتيريا والمتفطرات غير السلي المكورات العقدية لنا هي أهم الأسباب البكتيرية عند الأطفال ممكن تشكل حتى 30 إلى 33% من مسببات التهاب البلعوم الأنفي أو التهاب السبيل التنفسي العلوي بينما عند البالغين قد تكون النسبة عادة أقل بحدود 5 إلى 10% من حالات التهاب السبيل التنفسي العلوي سريريا ممكن نشوف واحد أو أكثر من الأعراض والعلامات التالية ممكن نشوف جفاف وحرقة في الحلق صعوبة بلع عطاس سيلان بالأنف سعال خفيف حرارة ضخامة في العقد الرقبية احتقان بمخاطية الفم أو البلعوم ندحى بيضاء على البلعوم أو اللوزتين والأجرب اللنفية وفورفوريات أو طفح يشبه الطفح يشبه الفورفوريات على سقف الحلق من الداخل وإذا ردنا نقول من هدول اللي ذكرناهم كلهم إيش هني أهم شغلتين ممكن يدلوني على أنه هذا التهاب البلعوم سبب العقديات من أول هني الطفح في سقف الحلق والنتحى البيضاء على اللوزتين الآلية الأمراضية عندما يصل العامل الممرض يحدث تفاعل مدين العامل الممرض عندما يصل إلى البلعوم الأنفي يحصل تفاعل في البداية لابد أن يحصل صراع وعراك بين هذا العامل الممرض وبين الحواجز المناعية للمضيف وبين الفلورة البلعومية المستوطنة إذن البلعوم الأنفي ليس صحراء جرداء البلعوم الأنفي ليس مجرد أغشية مخاطية وأجربية لمفاوية البلعوم الأنفي في الحقيقة هو بيئة حية تسكنها وبغزارة أنواع عديدة من الفيروسات والفطريات والبكتيريا التي تكون مجتمع ما يعرف بالفلورة المستوطنة أو الانترفرينج فلورة أو الميكروبيوتا فارينجي الميكروبيوتا وهذه المجموعة من العوامل الجرسومية والفطرية والفيروسية لها دور أساسي مجتمعة في محاربة العوامل الممرضة ومنعها من التكاثر والغزو والالتصاق بالمخاطية البلعومية لنتأمل هذه اللوحة الرائعة بالمجهر بتقنية تألوق المناعي لنتعرف أكثر على الفلورة البلعومية الفلورة البلعومية تتكون إذا ما ناخد البكتيريا فقط فتتكون من بكتيريا هوائية أيروبك أهمها والستريبتوكوكوس ميتس والستريبتوكوكوس سانجس وعوامل لا هوائية أيروبك أهمها مجموعة البريفوتيلة التي تنتج ما يعرف بالبكتيريوسينز وهي عوامل مواد كيموية لها خاصية قتل العوامل البكتيرية الممرضة إذن لها بكتيريوسيدل إفكت على العوامل الممرضة عندما يصل العامل الممرض إذن إلنا ويحصل هذا الصراع بينه وبين الكريات البيض والجلوبولينات المناعية الموجودة في الأغشية المخاطية والفلورة البلعومية الواقية نتيجة لهذا الصراع ستكون عادة قتل العامل الممرض والتخلص منه ومنعه من إحداث المرض أو في حالات إذا استطاع هذا العامل الممرض أن يتغلب على الفلورة البلعومية والحواجز المناعية الموجودة لدى المضيف يستطيع أن يحدث التهاب الطرق التنفسية العلوية في حالات نادرة تكون النتيجة تعادل لا غالب ولا مغلوب فيبقى العامل الممرض لاطئا بدون أعراض ضمن الجريبات اللنفية للأغشية المخاطية في البلعوم الأنفي ويبقى على شكل كارر حامل لاعرضي ينتظر لحظة ضعف سواء كانت سترس أو تعرض لمواد كيموية أو تخريش أو رد عندها يستطيع تميل الكفة لصالح هذا العامل الممرض ويستطيع أن ينتقل لمرحلة حدوث الانفكشن أو المرض في البلعوم مرة ثانية أو قد تحمله تيارات التنفس أو تيارات الشهيق والزفير وحتى ممكن تيارات الطعام في حال الشردقة إلى مكان بلا حراس كالأسناخ الرئوية أو تجويف الأزن الوسطى وهناك يستوطن ويتكاسر ويسبب التهاب في السبيل التنفسي في أماكن أخرى أو التهاب خارج السبيل التنفسي العلوي ما هي إذن الأسباب التي يمكن أن تؤذي الفلورال بالعمية الواقية وبالتالي تسهل الطريق لغزو هذه العوامل الممرضة أهمها الإنتنات الفيروسي الأخرى غير الفيروسات الواقية اثنين التدخين السلبي أو التدخين الإيجابي فإحتكاك الطفل مع القطيرات التنفسية للمدخنين يمكن أن يؤدي إلى استقصال وتشويه وإبادة الفلورال بالعمية لديه وبالتالي يزداد وجود والتكاسر العوامل الممرضة كالمكورات الرئوية والسباحيات وحتى المكورات القيهية التعرض للصادات واسعة الطيف التعرض للأدوية ذات السمية الخلوية التعرض المفرط لملوسات الهواء التعرض المفرط للمكيفات والأجواء المغلقة سوء التغذية كل هذه العوامل أحدها أو أكثر تلعب دور أساسي في إضعاف الحواجز الدفاعية الطبيعية الموجودة في البلعوم الأنفي ونقصد بذلك الأجلوبالينات المناعية الخلايا الإيجابية والفلورا الواقية الموجودة والتي أوجدها الله عز وجل في هذا المكان لحمايته باختصار نستطيع أن ندرك لماذا لكل شخص فلورا بالعومية خاصة لها علاقة بعمره ومدى تعرضه للدخان مدى تعرضه للصادات والسموم لها علاقة أيضا باللقاحات وتركيز الكلوبالينات المناعية الإفرازية لها علاقة أيضا بالمستقبلات الخلوية لديه والزمرة النسيجية للمضيف ولها علاقة أيضا بالاحتكاك مع أشخاص آخرين حاملين لعوامل ممرضة في الحقيقة موضوع التهاب الطرق التنفسي العلوي أو إن تفقنا نسميه خمج السبيل التنفسي العلوي له أهمية بالغة لنقطتين هما صلب محاضرتنا لهذا اليوم الموضوع الأول اللي هو الاختلاطات اللي ممكن يسببها التهاب الطريق التنفسي العلوي وهذه الاختلاطات تقسم إلى اختلاطات خمجية واختلاطات لا خمجية هذا الشطر الأول ليش موضوع التهاب الطرق التنفسي العلوي مهم الشطر الثاني أنه الموضوع التهاب الطرق التنفسي العلوي هو أكتر باب للصرف العشوائي للمضادات الحيوية عب يصير فيه لو قلنا من كل عشر وصفات مضادات حيوية عب التم فستة منا تقريبا عب تصير كعلاج بتحت تشخيص التهاب طريق التنفسي العلوي الرقم مرعب وكبير ولكن نحن بدنا نلاقي توازن وسط ما بين حماية أو تقليل حدوث الاختلاطات لأنها كثيرة في الحقيقة كما سنرى اليوم وفي نفس الوقت لا نفرط أو نستخدم المضادات الحيوية بشكل عشوائي إذن لو ردنا أن نقول أنه لماذا نحن نتناول المحاضرة في هذا اليوم البابين الباب الأول التعريف بالاختلاطات الكثيرة لإلتهاب طريق التنفسي العلوي الباب الثاني استخدام المضادات الحيوية الرشيد في إلتهاب طرق التنفسي العلوي الاختلاطات الخمجية أو لإنتان الطريق التنفسي العلوي هي في الحقيقة تنتج عن انتشار العوامل الممرضة خارج منطقة الأغشية المخاطية للبلعوم والبلعوم الأنفي والحنجر إيش بيصير عندي؟ ممكن يصير في عندي إلتهاب جيوب حاد إلتهاب أذن وسطى حاد إلتهاب عظم الصخرة إلتهاب النسيج الخلوي في الوجه إلتهاب العقد اللنفوية في منطقة الرأس خراجات حول اللوزي خراجي خلف البلعوم وممكن أن يحصل عندي تجارسهم في الدم أو أن تنتشر البكتيريا عن طريق الدم لتسبب بؤر خمجي بعيد ممكن بعض المراجع تذكر حتى إلتهاب السحاية المنينجايتس كأحد اختلاطات إلتهاب طرق التنفسي العلوي إذن أكيوت أوتايتس ميديا أهم أعراضه الوزم والإحتقان والإحمرار والتحدد الحركة والسواء الخلف طابلة الأذن هذه الصورة اللي هي بتمثل إلتهاب عظم الصخرة طبعا الشيء المميز إلها هو انتباج وتدلي صيوان الأذن نحو الخارج من دون ما شوف أنا هالتجمع خلف الأذن اللي هو بشكل مثل الخراج واضح صار تحت الجلب كل طفل عنده حرارة وعنده بروز وتدلي في صيوان الأذن هذا عنده إلتهاب في عظم الصخرة حتى يثبت العكس خراجي خلف البلعوم ممكن تنشاف هذا الشكل بس شكل توضيحي بفرجيني وين تجمع الصديد عب يصير في المخاطية ما بين البلعوم وما بين الفقرات الرقبية هذا موقع جدا خطير وممكن يحمل خطر حدوث انتقال الصديد أو انتداد الإنتان إلى الأوردة المركزية وحدوث خسار في منطقة الوريد الويداجي فهذا اختلاط خطير جدا أي تغير عسرة بلع شديد تغير في الصوت أنا إذا طلعت بشوف انتباج في سقف الحلق في البلعوم من الخلف أو حتى ما شفته إذا أنا شفت شكيت مجرد شك أنه لا يتناسب عندي عسرة البلع وتغير الصوت مع حجم اللوزتين أنا لازم أطلب صورة جانبية للرقبة وشوف سمك الظل النسيج اللمفي ما بين الفقرات الرقبية ومعمود الهواء الممثل لطريق التنفسي إذا كان مزداد في سماكي فلازم فكر في الخراج خلف البلعوم طبعا فيها الحالي أنا لازم فورا هذا بده تداخل إصعافي لرشف الصديد هذه هون فيه عند البرتنسلر أبسس أو الخراج خلف اللوز حول اللوزي واللي بيميزه مثل ما أنا شايفين هو الانحراف اللهات إلى الجهة المعاكسة والمسافة الطويلة الكبيرة التي صارت الموجودة ما بين سويقة اللوزي وما بين جدار البلعوم هون بالصورة هذه عم نشوف التهاب النسيج الخلوي في الوجه كأحد اختلاطات التهاب الطرق التنفسي العلوي طبعا مو بالضرورة يكون عندي التهاب جيوب لحد أشوف هذا المنصر هون عم نشوف أنا فيه عندي التهاب النسيج الخلوي حول العين أهم سبب له طبعا بعد قرص الحشرات هو حدوث التهاب الطرق التنفسي العلوي التهاب السبيل التنفسي وغاليا هذا بيصير كاختلاط لالتهاب الجيوب طيب الاختلاطات القيحية أو الخمجية عادة سهل جدا أنه احنا نشوفها وتداركها وعلاجها المشكلة عندنا في الاختلاطات اللاقيحية الاسبتينك كومبليكيشنز وهي اختلاطات كثيرة في الحقيقة بعضها معروف وشائع ومعظمكم بتعرفوه أكتر مني وبعضها لابد من التذكير به الآن سنتكلم اليوم عن التوكسيك شاك سندروم أو ما تعرف بالصدمة الانتانية الناتجة عن الانتان بالعقديات مو بالعنقوديات عن الحمى القرموزية سنذكر أيضا الحمى الرسوية روماتيك فيبر سنذكركم بأنه أيضا سبت دور كبير للعقديات بكتير من الأمراض اللي هي صارت يعتقد أنها ناتجة عن متلازمة السوبر أنتجين ميديات الديسيز مثل الكوازاكي والميكروفاسكولايتس والميكروفاسكولايتس كمان سبت أنه لها علاقة بالبريفيرال قولينيورايتس بالالتهاب الأعصاب المحيطي العديد سبت علاقة أيضا بالترانسفيرس ميليتس التهاب النخاع المعترض وطبعا بتعرفوا أنتو التهاب الكوباب والكلية بعد الانتعام بالعقديات وسنتكلم أيضا عن الباندا أو البيدياتريك أوتو اميون نيورو سايكياتريك ديس أوردر السشييتيد وستريبتو كوكال انفكشن يعني متلازمة الاعتلال العصبي الحركي مناعي لمنشأة المترافق مع الانتعام بالعقديات وهناك أيضا الميالجيا ما يعرف بالآلام العضلية المزمنة وهناك اختلاطات يتوقع بأن الكثير من الاغترابات المناعية يعتقد أن المكورات الوقدي لها دور فيها لماذا مشكلتنا مع المكورات الوقدي أو الجاز أو الجروب A ستريبتو كوكس لماذا لا تزال هي الأكثر أهمية في الحقيقة يعود ذلك لظاهرتين أساسيتين تتمتع بهم المكورات الوقدي الظاهرة الأولى هي خاصية الموليكولر ميميكري أو ما يعرف بالتشابه المستضدي يعني منا نشوف أنه في عندنا مجموعة من البروتينات موجودة في جدار الخلية الجرسومية الجدار الخلوي للستريبتو كوك مثل ما أنا شايفين هون هذا الجدار الخلوي للسيلول للستريبتو كوك عم نشوف أنه فيه كم هائل من البروتينات أهمها الـ M بروتين فيه عندي كمان الـ F والـ G بروتين بس أكتر شي مهم الـ M بروتين هدول البروتينات لها القدرة على يعني لها خاصية تشابه شديد مع البروتينات الموجودة في كثير من أنسجة الجسم على رأسها صمامات القلب النسيج تحت الجلد الأربطة والأغشية الزليلية في المفاصل والنويات القائدية والسبيل الخارج الهرمي في الدماغ ففيه عندي تشابه ما بين الأنتيجينات الموجودة في السيلول تبع الستريبتو كوك ومولدات الضد الموجودة في هالـ N-CG اللي سبق وذكرناها مشان هيك لما عبصير فيه عندي أنا تفاعل مناعي الجسم بيحاول يدافع عن نفسه بشكل أضاد ليهاجم هالـ M بروتين أو غيره من البروتينات الموجودة في الـ اللي ذكرناها في الإنسان نفسه في المضيف نفسه الظاهرة الثانية المهمة جدا في المكورات العقدية هي أنه هي في عندها بتنتج 18 نوع من التوكسينز اللي هني بيشتغلوا مثل السوبر أنتيجينز كلمة سوبر أنتيجين معناتها هذا الأنتيجين هو عبارة عن مولد ضد قادر أنه هو يهرب من الـ MHC2 سيستم اللي هي مسؤولة عن تنظيم رد الفعل المناعي بالـ T-Linfocyte وبقدر يولد عاصفي من الإفراز المفرط وغير المدروس للوسائط الالتهابية وعلى رأسها السايتوكينز وفيصير في عندي رد فعل خلطي وخلوي مفرط ومدمر مشان هيك سميناه السوبر أنتيجين سوبر أنتيجين تمييزاً له عن الأنتيجين العادي طيب لو حبينا نعرج تعريج بسيط على الاختلاطات اللاخمجية طبعاً كل واحد منهم لو بنا نتكلم عنه في الحقيقة كل واحد منهم بده محاضرة خاصة على وحده نحن اليوم أنا هدفي اليوم بس أني أعرفكم فيهم تعريف وممكن أنتم ترجعوا للتكستبوك وتجمعوا معلومات أكتر عن كل واحد من هدول التوكسيك شاك سيندروم باختصار هي ردفع المناعي بيقوم في الجسم نتيجة وجود زيفانات غالباً هذه الزيفانات ستؤدي إلى تحريض وسائط التهابية تؤدي إلى حدوث ظاهرة التوكسيك شاك سيندروم أهم الزيفانات في عندي أنا التي اس اس تي توكسين وان اللي هو معروف الانترو توكسين بي اللي بتنتجه الاستافيلو كوك وبس في عندي أنا توكسين تاني ثلاثة أنواع من التوكسينات بتنتجهن الاستريبتو كوك اللي هي الجاز حصراً اللي فيه الـ M3 سترين بروتين طبعاً الانتجين M3 هدا هدول الزيفانات A و B و C هن عبارة عن بيروجينيك توكسينز إكسو توكسينز مش انترو توكسينز زي التوكسين تبعاً الستاف هدول التوكسينز كمان بيقدروا بيولدوا الستريبتو كوكا لتوكسيك شاك سينرو فأنا في عندي توكسيك شاك ممكن تكون استافيلو كوكا لما ناتجه عن العنقوديات أو ناتجه عن السباحيات ممكن تصيب الأشخاص من كل الأعمار في بعض الحالات بيقولوا أنه عادة بيكون في عندي أنا بشيء مؤهب لحدوث الخمج بالعقديات أو بالعنقوديات وبالتالي حدوث التوكسيك شاك سينرو ولكن مو كل المرضى أنا في عندي حوالي نصف الحالات ما قدرنا نشوف ما في عندهم بؤر الدخول صريحة وبعدين الجراسات عبتقول أنه مو بالضرورة يكون في عندي أنا يعني انتان بالستافيلو كوك أو بالستريبتو كوك ممكن يكون عندي ببساطة غزو أو تلوث بالعقديات أو العنقوديات طيب طبعا الإنزار سيء كتير تقريبا نصف الحالات 30 إلى 50% بيموتوا رغم العلاج الشيء المهم بالتوكسيك شاك بالستريبتو كوك الأول ستاف أنه عادة مزرات الدم بتكون سلبية طيب ممكن يكون التلوث عبارة عن بؤرة رضية أو نتيجة إصابة جلدية بالحماق بالفاريسيلا ممكن يحصل فيها عقب التهاب البلعوم بالجاز أو بعد حدوث إنفلوانزا ولكن مثل ما قلنا نصف الحالات تقريبا ما في عندنا أنا بؤر الدخول صريحة الشيء المهم النقطة الثانية أنا أنه لما أنا بدي أتعامل مع إنفكشن بهالمستوى ما عاد في دور للبنيسيلين يعني لما أنا بدي أتعامل مع التهاب نسيج خلوي أو التهاب بالعوم منتشر أو توكسيك شاك سيندروم مثلا ستريبتو كوكل العلاج النوعي هو الكليندامايسين وليس البينيسيلين تشخيص الستريبتو كوكل توكسيك شاك سيندروم بيعتمد على وجود معايير أول معيار أنه يكون في عندي هبوط في الضغط لازم يكون عندي بالإضافة لهبوط الضغط اثنين من معيالي اما إصابة كلوية وهذا الشيء يعني هذه بنلاحظ أنه مظمة هذه معايير مخبرية فبيكون عندي شيء بديل على وجود إصابة كلوية ارتفاع بولي أو كرياتيني أو إصابة كبدية في عندي انخفاض في الألبومين ارتفاع في ال-ALT أنزيمات الكبد أو في عندي اعتلال اعتلال خثاري في الكواجوليشن فبيتظهر على شكل تطاول البروثرومبين أو ال-PTTK أو نقص في الصفايحات أو بيكون في عندي إصابة تنفسية في عندي أو في عندي إصابة جلدية واسعة تتظاهر على شكل أو ما يعرف بالتهاب الصفاق النخري أو في عندي طفح جلدي توسفي في الراحتين والأخمصين أو إصابة هضمية تتجلى على شكل إقياء واسهل أو إسهل أو أعراض عصبية على شكل صداع أو حركات أو اضطرابات عصبية غير حاد يعني غير مفسرة طبعا الشيء المهم أنه هذه الأشياء مو بالضرورة أن وجد هذه الأعراض والعلامات والتغيرات المخبرية ليس بالضرورة أن توجد كلها مجتمعة يمكن أن تتكامل خلال أربع أيام من بدء حدوث الغزو في الإنتان بالعقديات والطفح ممكن أن يحصل أخوصا الطفح التوسفي خلال مدة تتراوح ما بين أربع أيام وحتى أسبوعين فوجود الخفاض في الضغط مع اثنين من الإصابات الجهازية التي سبقا وذكرناها هذه كافية لتشخيص لستريبتو كوكل توكسيك شاك سندروم بدون وجود مزرعة الدم إيجابية طبعا العلاج بالإضافة للميديكال سابورت وعلاج هبوط الضغط لازم نعطي المضادات الحيوية النوعية ومثل ما قلنا هون الكلينداميسين أفضلها على الإطلاق يليه بعد ذلك الأضر أنتي جرام بوستيف أنتيبيوتكس مثل طبعا المونوكلون الأنتي باديز إذا توفرت هي العلاج النوعي اللي صارت هلأ حاليا للتوكسيك شاك سندروم هون عم نشوف هذه الصورة للطفل حصلت عنده توكسيك شاك سندروم بعد إصابة بالحماق فإذا طفل عنده مثلا جدري وبعدين حصل عنده ربيد ديتيريوريشن ودخل في كوما ما أفكر أنا بس بالإنسفلايتس لازم يبقى عندي كمان احتمال حدوث التوكسيك شاك سندروم التوكسيك شاك سندروم كتشخيص تفريقي لهيك حالي هذا الطفل طبعا ظهرت عنده توكسيك شاك سندروم على شكل كواجيلوباثي وصار في عنده بيريفيرال جانجرين في التوز هذا الطفل في عنده النيكروتايزينج فاسايتس أو التهاب الصفاق النخري ودخل في توكسيك شاك سندروم كمان طيب الحمى القرموزية منتقل على الاختلاط الثاني الأسبتيك طبعا سببها الحمى القرموزية البيروجينيك توكسين اللي هو A احنا قلنا هي A و B و C طبعا الحمى القرموزية الشيء المميز إلا أنه هي كمان بتنتج عن التوكسين مباشرة ما هي رد فعل مناعي وتفاعل مناعي مثل التوكسيك شاك سندروم ولا مثل الروماتيك فيفر أو غيره لا هي ناتجة عن التوكسين نفسه مشان هيك منشوف السكارلت فيفر بتتطور خلال ساعات يعني من 12 ساعة ل 72 ساعة من حتوس الجاز فارنجايتس طبعا الجاز أقصد فيه هو الجروب A ستريبتوكوكا البتا هاموليتك فارنجايتس طبعا في نقطة هون أنه فرشات الأسنان تباد والفراش الأسنان بين الأطفال ممكن وحتى أدوات الطعام يمكن أن يؤدي إلى انتقال الإنتان بالستريبتوكوكا بين الأطفال فننتبه على هذا الموضوع ونعرف قديش ممكن بسهولة الأطفال ينقلوا العدوة لبعضهم بأدوات المدرسة نفسها اللي بيحطوها بيتمون طيب الشيء المميز اللي بيميز الحمى القرموزية أنه الطفح بيكون أسوأ ما يكون في الثناية الجلدية وبيكون فيه عندي مثلات شاحب عادة حول الأنف ما بيكون فيه طفح حول الأنف والثم الشيء المميز بالسكارلت فيفر أنه الأي سوأو عيار الأنتي ستريبتولايزين أو بيكون عادة صفر أو طبيعي ما بيكون مرتفع لأنه هذا بده ياخد وقت طويل لا يصير والسكارلت فيفر بتحصل ممكن يأخذ عشر أيام لحتى يرتفع الأي سو بينما بالسكارلت فيفر بتحصل خلال الساعات الأولى أهم مرض بيدخل بالتشخيص التفريقي مع السكارلت فيفر بتعرفوا أنتو هو الكاوزاكي بيسيز وأهم مختلاط بيصير مع السكارلت فيفر لازم نتذكر التهاب الكوباب والكلية طبعا علاج السكارلت فيفر بعشر أيام من الأنتي بايوتك كافي رغم أنه أحيانا الاحتقان والضخامي باللوزات والعقد اللنفية تحت الفكين ممكن يستمر 2 إلى 6 أسابيع لحتى ترجع لحجم الطبيعي ولكن هذا ليس مبرر لإطالة أمد العلاج إذن 10 أيام خلاص 10 أيام طبعا في شغلي هلأ صارت أنه لاحظوا في آخر ابيديميك صارت من تم عليها دراسة في هونج كونج في 2011 من السكارلت فيفر أنه كانت الحالات رزيستنت لكل الماكروليد فبعد منها نزلت توصية بأنه أنتوا لابعا تستخدموا الماكروليد كعلاج كخط أول في علاج الستريبتوكوكال جروب A ستريبتوكوكال لابعا تستخدموها هذا الطفح الواسم للجاز أو سوري للسكارلت فيفر هذا المسلس المنير حول الأنف والفم ومنشوف كمان لسان توتلى الليق الستروبيري تانج اللي هو مميز كمان للغاز ثارينجيتس ومنشوفه كتير في الستريبتوكوكال انفكشنز طيب منعرج كمان على الالتهاب الكوباب والكلية الأكيوت بوستستريبتوكوكال اللي بيصير بعد الانتان في العقاديات هذا بيصير بعد أصبح هو كمان مرض معقد مناعي هو بيحتاج لوقت ما هو ناتج مباشرة عن التوكسينز لا هو بيشبه الاختلاطات المناعية بعيدة المدى فهو بيحصل بعد واحد إلى ثنين أسبوع من التهاب البلعوم وبعد ثلاثة إلى ست أسابيع من الانتانات الجلدية بالعقاديات وبيحصل هذا عادة بعد 25% من حالات الانتان بالعقاديات طبعاً معناتها الانتيباديز للتوكسينز بتكون مرتفعة في معظم الحالات التظاهر النموذجي بتعرفوه وكلياتنا بنعرفوه ارتفاع الضغط، الوزمي، والبيل الدموية هذا السلاسي أنا لازم بس شفته فوراً أفكر بالتهاب الكباب والكلي ارتفاع الضغط، الوزمي الإديمة، والبيل الدموية مخبرياً أنا بشوف في عندي البيل البروتينية، البيل الدموية والبيل البروتينية أهم حتى وبشوف عندي انقفاض في الكمبليمنت سي ثلاثة بس الكمبليمنت سي أربعة عالتاً بتكون طبيعي إذا شفنا الكمبليمنت سي أربعة منخفضة لازم فكر بأسباب أخرى أهمها الـ SLE الأكيوت، الـ Anti-Streptalizing O Antibodies بتكون منخفضة في إذا كان الانتان جلدي يعني ما بالضرورة أنه تكون أنا إذا عايرت أنا شفت شكيت بـ Post-Streptococcal glomerulinephritis وعايرت الـ ISO Antibodies طلعت طبيعية هذا ما بين في المرض ممكن يكون الانتان من الجلد بقرة الدخول مو بالضرورة تكون بقرة الدخول من البلعوم بس أنا فيني أميز أطلب الـ Anti-DNAs Antibodies Type B هدول بيكونوا إيجابيات سواء كان من الجلد أو من البلعوم طيب في حوالي 50% من حالات التهاب الكبوب والكلية التالي الإنتان بالوقع ديال نص الحالات تقريباً تتظاهر بس بتغيرات مرضية بتحليل البول يعني ممكن شوف طفل ما عنده أي شيء ما عنده لا ارتفاع ضغط ولا بيلي دموية ولا وزمي ممكن شوف عنده أنا بس بيلي بروتينية أو بيلي دموية بس ممكن كمان بالمقابل أنه يكون التظاهر النوعي والحاد والمباشر هو على شكل اعتلال دماغ بارتفاع الضغط الأنذار عادةً في الشكل الإبيديميك وفي معظم الحالات الاسبورا ديك الأنذار بيكون كويس بيحصل عندي أنا تلاشي للسلاسة اللي ذكرناها اللي هو ارتفاع الضغط والوزمي والبيلي الدموية عادةً بتتلاشى خلال 2 إلى 3 أسابيع ممكن تتأخر البيلي البروتيني تقريباً 3 أسابيع إلى 6 أسابيع ولكن اللي بتأخر كتير ليرجع للطبيعي هو المتممة السي 3 ممكن تاخد 8 أسابيع يعني من شهرين وحتى 3 شهور لحتى ترجع للطبيعي طبعاً البيلي البروتينية وحتى البيلي الدموية المجهرية ممكن تستمر أحياناً إيب أن داون لمدة سنة وهذا ما بيعبر عن أنه الوزيفة الكلوية رح يصيبها ضرر يعني ما في استمرارية البيلي البروتيني أو البيلي الدموية المديد ليس بالضرورة معيار لسوء انزار الوزيفة الكلوية مستقبلاً في طبعاً لازم نذكر أنه في تلت حالات اللي هي السبوراديكيس هذه الحالات الفردية اللي ما تجي في الإبيديميكس بيصير فيها عندي أزية دائمة في الكلية تلت الحالات فهذه الأزية الدائمة من ذات طيف واسع ممكن تكون تتراوح ما من بيلي بروتينية خفيفة ممكن تضل عشر سنين إلى عشرين سنين أحياناً إلى بيلي أو بيلي دموية بسيطة ممكن تضل كمان متموجة لفترة طويلة من الزمن وممكن أن يكون الطيف أشد من ذلك وقد يصل إلى محلة القصور الكلوية الانتهاء ولكن مثل ما قالنا هذا في حالات نادرة وخصوصاً في الأشكال السبوراديك طيب سنتطرق أيضاً إلى الباندا أو البيدياتريك أوتو اميون الاعتلال أو الاضطراب المناعي العصبي الحركي اسمه طويل شايفين مشان هيك يختصروا بالباندا باندا سندروم إذن الباندا سندروم هي عبارة عن اضطراب مناعي حركي عصبي ناتج عن الإصابة بالعقديات ما المقصود به؟ الفكرة حقيقة الفكرة أساسة أنه في عندي أنا مثل ما قلنا موليكولر ميميكري أو تشابه بالأنتيجينات بين العديد من النيرونات الموجودة خاصة في قاعدة الدماغ في النويات القاعدية وما بين الأنتيجين اللي ذكرناهن موجودين في السيلول تبع الستريبتوكوك فمشان هيك ممكن يصير في عندي أنا بعدين اضطرابات ناتجة عن تأزي هذه العصبونات تتظاهر على شكل يعني اضطراب وسواسي قهري أو على شكل عرات أو عرات صوتية أو على شكل تغيرات في المزاج قلق نوبات من الغضب تهيج اضطراب في النوم تدهور في الشهية سلس بولي تدهور في الأداء المدرسي الباندا دياغنوستيك رايتريا يعني أنا كيف بدي أشخص الباندا لازم يكون أولا طفل ما بلغ سن الرشد ما بلغ قبل دون سن البلوغ يعني لازم يكون في عندي لازم يكون في عندي إثبات لحدوث حديث العهد بالعقديات يعني وهذا ارتفاع الانتيستريبتولازين انتيبادي أو المزرعة الإيجابية للبلعون ولازم يكون في عندي حدوث مفاجئ لعرات أو اضطراب سلوكي قهري أو حركات غير طبيعية فرض نشاط أو حركات تشبه الرقص فوجود لازم وجود هدول الكريتريا مع بعض ضروري عن طفل تحت سن البلوغ ضروري كافية لتشخيص الباندا طبعا علاج الباندا ممكن يكون بحسب شدة الحالة ممكن الحالات البسيطة تكون بس علاج سلوكي ممكن الحالات الشديدة نعطي الجلوبولينات المناعية أو السيروتونين السيلكتف سيروتونين ريابتيك انهيبيتورز هدول من الانتي ديبريسين طبعا مضادات الاكتياب والستيرويد ممكن وحتى المونوكولون الانتيباديز تستخدم في الحالات الشديدة طبعا العلاج بالمضادات الحيوية فقط مستطب اذا كانت مزرعة البلعوم ايجابي طبعا هلأ فيه لغة كبيرة عن استخدام الوقائي للمضادات الحيوية فيه علاج المزمن والمديد للباندا ولكن في الحقيقة حتى الان ما نزل فيها اي توصيات وانما يكتفى بانحنا نتابع المريض اللي هو عنده باندا سندروم الباندا ديس أوردر انو نحنا نتابعه بشكل دائم ونتحرى عنده عن امكانية حدوث انتان اخر بالجاز سواء خوصا في البلعوم وذلك لابد من اثبات حدوث انتان تاني ونعالجه ساعتها في الحال عندها فقط يستطب علاج بالمضادات الحيوية سنعرج ايضا على الحمى الرسوية الروماتيك فيفر بتمنى زملاء اني انا اكون بهالاسلوب ادعمل عندكم تحفيز انكم تقرؤ اكتر عن كل واحد من هدول الاختلاطات انا هدفي اليوم بس صلت الضوء اذكركم فيهم وصلت الضوء على النقاط المهمة اللي بتهم طبيب الاطفال وطبيب الاسرة في كل واحد منهم وكيف يصير عنده ضوء كيف يذبر كل واحد من هدول الاختلاطات الحمى الرسوية انتو بتعرفوها اكتر مني انا بس رح اذكركم ببعض النقاط الاساسية انو هي انو الحمى الرسوية كمان هي اضطراب مناعي التهابي مناعي المشاء سببه انتان في الوقديات الجروب اي عادة في البلعوم وممكن يكون هذا الانتان في اماكن اخرى خرج البلعوم لازم ذكركم بال بمرض القلب الرسوي انو هو في الحقيقة التظاهر القلبي للحمى الرسوية وعادة بيترافق مع التهاب في الصمامات ولكن ممكن ايضا اصير عندي التهاب في العضل القلبي او في التامور ثلاثة ثلاثة لخمسة في المية بعض الدراسات بتقول اقل من هيك ثلاثة لخمسة في المية من حالات التهاب البلعوم في العقديات غير المعالج تتحول الى يمكن ان تترافق مع حدوس الحمى الرسوية معظم المرضى في الحقيقة تتراوح اماره ما بين الخمسة والخمسة السنة وهناك طبعا ترافق ما بين المستوى الاقتصادي والمستوى الاجتماعي مشان هيك هي اكثر حدوسا في البلدان النامية اذكركم بس بمعايير جونز الهدف من تذكركم في معايير جونز هون بس نتذكر مع بعض انه انا حتى شخص ريوماتيك فيبر لازم يكون في عندي واحد معيار ميجور او اتنين معيار ميجور او واحد ميجور واتنين ميجور من المعايير الصغرى المعايير الميجور بتعرفوها انتو انه انا في عندي بوليارثريتس التهاب المفاصل في عندي كاردايتس في عندي سابكوتين سنوديول في عندي اريثيما مارجيناتوم وفي عندي السايدنهم كوريا طبعا المعايير الميجور في عندي Arthralgia وفي عندي Prolonged PR Interval وفي عندي Fever وفي عندي Elevated ASR أو CRP. هلأ هدول معايير Jones. أنا لازم نوجد عندي اثنين كبار أو واحد كبير واثنين صغار. هل هذا الشيء بيكفي لأن أنا أشخص Traumatic Fever؟ لا ما بيكفي. لازم يكون عندي بالإضافة لهدول لهالمعايير لازم يكون في عندي إثبات لحدوث إنتان حديث إنتان يعني في الفترة الماضية سابق بالعقديات وهذا يعني لازم يكون في عندي إما ارتفاع Antistriptolysin Antibody أو لازم يكون عندي مزرعة بالعم إيجابية. بدون ما بصير تشخيص. طيب إذا قلنا أنه أنا مريض إجل عندي ما عنده معايير Jones بس في عنده ارتفاع Antistriptolysin O طيب في عنده معيارين كبار وفي عنده ارتفاع Antistriptolysin Antibody خلص هذا كافي للتشخيص طيب في عنده معيار واحد من المعايير الكبيري وفي عنده معيار واحد صغير وفي عنده ارتفاع Antistriptolysin Antibody هذا الشيء ما له قيمة ما بيشخص ما حقق الكريتيريا لازم يوجد عندي اتنين صغار واحد كبير بالإضافة للارتفاع الـ Antistriptolysin Antibody إذن ما تنسوا الـ Antistriptolysin Antibody ليست من معايير Jones طيب القليل الأمراضية هي مثل ما قالنا هي عبارة عن تفاعل مناعي خلطي خلوي بيشترك فيه الخلايا T-Lymphocyte الـ Cyto-Toxic Cells وبتشترك فيه الـ Humeral Immunity الـ B-Lymphocyte اتنينة ون مع بعض نتيجة التشابه ما بين الـ M-Protein في السلول تبع الـ Streptocook والبروتينات الموجودة في المصددات القلبية عبتم مهاجمة وتدمير الصمامات طيب لازم نتذكر طبعا أنه ما في علاج شافي للحمى الرسوية No cure of rheumatic fever and no cure of rheumatic heart disease في دراسة أحبت هيك بس أذكر للكونيا هل ناخد فكرة بس عن الـ Epidemiology تبعا الحمى الرسوية هل هي فعلا تستحق التركيز والوقوف عندها العمل الدراسة هون في السعودية عن انتشار rheumatic heart disease اللي هو مرض القلب الرسوي اللي قالنا أنه هو التظاهر القلبي لا الحمى الرسوية فلاحظوا أنه أنه حدوث الـ Rheumatic طبعا كيف الدراسة عملوها أنه هني جابوا وصوروا بالـ Ultrasound كل الأطفال كل الأطفال اللي هني في المدرسة السنوية اللي هني asymptomatic ما عندهم أي أعراض اللي هني أعمارهم ما بين الخمسة والستاشر سنة فلاحظوا أنه فلاحظوا أنه 0.73 البلعوم بالعقديات كانت واحد بالمية والإصابة القلبية الـ Rheumatic heart disease حصلت بعد النوبة الأولى من الحمى الرسوية في حوالي 30 إلى 70% من الحالات وكانت الإصابة القلبية شديدة في حوالي نصف الحالات من الإصابات القلبية لحظة الدراسة كمان أنه 50% من إصابات القلب الرسوية اتتخصت بدون وجود دليل على حدوث حمى رسوية حادي يعني دخلوا الأطفال في حدوث Rheumatic heart disease 50% منهم بدون ما عندوهم أي قصة سابقة للحدوث حمى رسوية في دراسة مماثلة أجريت في الولايات المتحدة في الـ 2015 لاحظوا أنه 66% من Rheumatic heart disease ما عندوهم قصة سابقة للـ Rheumatic fever طب ليه كيف هالشي ممكن يصير عار بيقولوا أنه معظم الحالات اللي بيصير فيها Rheumatic heart disease ممكن يكون عندهم لما بيكون في عندي Rheumatic fever في البداية ممكن يكون عملة قصور طفيف بالـ وممكن تكون الأعراض كانت asymptomatic trivial يعني بسيطة لكن مع الزمن بيصير مع الزمن بيصير في عندي أنا ضيق في النفس التظاهر الأساسي shortness of breath عادة بتظاهر ما بين عمر الخمسة عشر إلى أربعين سنة منيجي منعمل الإيكو دوبلر فمنشوف في عندهم Rheumatic valve valvular rheumatic lesions عشكل تضايقات قصور regurgitation تكلسات كلها بتتماشى مع Rheumatic heart disease عادة أكتر شيء بيصير في عندي severe stenosis طبعا الكريتريا تبع تشخيص Rheumatic fever نحنا بنعرف أنه هي الأرثريتس الكارديتس والكوريا سبقوا ذكرناهم بس في شغل كتير مهم أنه نحنا لازم نحط في بالنا أنه هدول أنا ما أتوقع أنه راح يجيني مريض عنده كل هذه الميجر كريتريا مع بعض ما راح يشطير هالشي هذا ولا أنا شفته بحياتي ممكن يشوف لازم نتذكر أنه في عندي دائما فاصل زمني ما بين حدوث Streptococcal infection وما بين حدوث كل واحد من هدول الكريتريا فمثلا التهاب المفاصل بيحصل خلال 2 إلى 4 أسابيع بينما التهاب القلب بيحصل في الشهر التاني ما بين 4 إلى 8 أسابيع بينما الكوريا إذا حصل بيحصل بعد ذلك ممكن حتى 6 شهر من حدوث إنتام بالعقدياد وهون السبب في ضياع التشخيص أنه نحن عم نشوف أنه ممكن الطفل يجي عنده يدخل بس بكاردايتس وما حدا يحس عليه لأنه ما صار عنده لا أرثرايتس ولا صار عنده كوريا ويكون ويكون التظاهر بسيط على شكل قصور بسيط مثلاً في الصمام ما يعمل شيء بعدين بيبلش يحصل التضيق والتندب والمشاكل طبعاً بس كمان أذكركم بعيراج الريوماتيك فيفر أنه ما في لنا علاج شافي في علاج النوبي الحادي اللي هو بدك تستأصل الإنتام بالعقديات بأنك تعطي something to eradicate the streptococcal infection like بنزاسين بنسيلين أو أموكسسيلين بالإضافة للعلاج الأساسي اللي هو الأسبرين والنانستيرود انتي انفلاماتوري هذول بدنا نستمر فيهم حتى يرجع الاسر والسي آر بي للطبيعي وطبعاً نعمل المراقبة دورية طيب ننتقل على الفقرة الأهم الشطر التاني من محاضرتنا اليوم بعد ما عرفتكم تعرفة مختصرة ولكن هادفة بأهم اختلاطات التهاب الطرق التنفسي العلوي عفواً خمج الطرق التنفسي العلوي رح نتناول موضوع العلاج حقيقة قبل ما أنا عالج أي طفل عنده خمج في الطريق التنفسي العلوي لازم أسأل أول شي لازم أسأل نفسي سؤال هل هو خمج infection ولا هو inflammation هذا هو السؤال في عندي smoke في عندي trauma طبعا طبعا الت trauma ممكن تكون ببساطة أنه تناول كمية كبيرة من المسلجات تعمل احتقان وألم في البلعوم وممكن تعمل حتى سؤال فهذا أبو أول سؤال لازم اتأكد أنه infection الشغل الثاني لازم اتأكد يعني هل هالالتهاب في طرق التنفسي العلوي هذا جزء من صورة لالتهاب شامل مثلا عنده والله كوزاكي عنده نيومونيا وبنفس الوقت في عنده فارنجايتس أو عنده upper respiratory tract infection في سياط viral نيومونيا هلا ليش عبسأل نفسي هالأسئلة لأنه العلاج بيختلف كليا أنا ما بقفتين بها الحالة اعتبرها هي upper respiratory tract infection السؤال الثالث لازم أسأل نفسي هل هي disseminated ولا لا يعني هل هل انتان في upper respiratory في البلعوم والبلعوم الانفي انتشر خارج البلعوم والبلعوم الانفي صار في عندي التهاب رغامة التهاب جيوب التهاب أوزن وسطى أو غيره إذا كانت الإيجابة بنعم إذا كانت إيجابة بنعم فأنت لازم تتعامل مع الموضوع الأكبر إنتي في عندك معرض جهازي أو في عندك انتهاب انتشر خارج الطريق التنفسي العلوي إذن إنتي لازم تتعامل مع هالمشكلة ما بقى شغلك بيمشي معانا في تشخيصنا خلاص روح عالج المشكلة الاكبر وانسى موضوع التهاب الطرق التنفسي العليا طيب اذا كان ما في وكان في ما كان في عندي كان فعلا هو انفكشن وما كان في عندي التهاب تنفسي سفلي ولا كان في عندي مرض جهازي لا عندي نيتروبينيا ولا عندي اي شيء بدل على وجود مرض جهازي والالتهاب ما منتشر خارج نطاق طريق التنفسي العلوي اذا فاهلا وسهلا نحن هون شغلنا انت الان عم تتعامل مع حالة simple upper respiratory tract infection وهي موضوع علاجنا الان طيب لازم نتذكر انه التهاب البلعوم البكتيري الناتج عن بكتيريا غير الجاز غير الجروب A هي في الحقيقة ليست باستطباب لاستخدام المضادات الحيوية ببساطة لانه self limited يعني انا ما اشغل نفسي ترى الالتهاب الاني شايفه بالبلعوم والبلعوم الانفي ولا حتى بالسبيل التنفسي العلوي كله انا هل هو ناتج عن بكتيريا غير الاستريبتو كوك ولا الاستريبتو كوك ومعد ذلك هو بيكون self limited انا برأبه اذا صار disseminated خرج عن السيطرة بتدخل وبعالج بس ما بجوز اعالج وقائيا ابدا لما السؤال هلأ انا الموقف اللي انحطيت فيه انا الان عندي خمش طرق التنفسي العلوي متى اعالج بالمضادات الحيوية هذا السؤال الحيوي اللي فيه لغة وجدها الواسع في الحقيقة ولكن بعد مراجعة الـ 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 الامريكان وحتى اللوكا اللي هون عندي خلصنا الى زبدة كلام بتمنى انه كلياتنا نشتغل فيها اولا لازم اتذكر انه اهم عاملين لحتى احدد هل المريض يبدو مضاد حيوي ولا لا هن عمر المريض نفسه و كم يوم صر له مريض فلو حبيت انا اقول انه اسأل سؤالين بسيطين بقول انه هل العمر اقل من خمس سنين وهل الاعراض صر لها اقل من خمس ايام اذا كان الجواب نعم فهذا المريض لا تعالج بالمضادات الحيوية اذا لو اي واحد عنده التهاب طرق تنفسي علوي عمره تحت الخمس سنين الاعراض صر لها عنده اقل من خمس ايام هذا لا تعالج بالمضادات الحيوية حتى يثبت العكس طيب امتى انا لازم اعالج بالمضادات الحيوية في الحقيقة المريض اللي عنده التهاب طرق تنفسي علوي ممكن اقسمهم المرضى اقسمهم لمجموعتين مجموعة اولى المجموعة اللي هني suspected viral اللي هني يعني فيه عنده سيلان انف وعنده عطاس وعنده سعال وعنده التهاب انف وعنده احتقان او دماء والتهاب بالملتحمة وبتطلع منشوف فيه عنده congested throat ولو لمسنا او حاولنا ندور على ضخامات عقدي بالرقب والفك عادة بتكون غير موجودة او بتكون موجودة وحجمها صغير هلأ هدول عادة نحن ما منعالجهم بالمضادات الحيوية الا اذا الاعراض كانت مستمرة اكتر من 8 ايام اذا الاعراض مستمرة عندهم 8 ايام او اكتر خلص هذا ممكن تعالجوا بالمضادات الحيوية طيب المجموعة التانية اللي هني suspected bacteria اللي هني عادة بيكون هدول عمرهم 5 سنين او اكتر بيكون في عندهم لسان توتلى الليق وبيكون في عندهم نطحة بيضاء او صريد على اللوزات وبيكون في عندهم ضخامات عقدية تحت الفك بيكون في عندهم مثل ما قالنا طفح في سقف الحلك على الحنك الرخو بيسمون وهدول الاطفال عادة بيكون هدي السيناريو ما بيكون في عندهم اعراض واضحة لسعال وعطاس وعراض سيلان الانف ما بيكون عادة موجودة عندهم عم نقول عادة ولكن مو بالضرورة يعني ممكن نشوف واحد عنده الصورة تشبه النمط الاول ولكن في الحقيقة هي ناتجة عن جاز نحن عم نقول عادة اوكي انا انا بدي لقي policy او احط اسلوب يمكنني من معالج اغلب المرضى بنجاح طيب هلا المجموعة التانية اللي هي suspected bacterial هدول انا لازم اعمل لهم ال rapid antigen test بعمل rapid antigen test اذا طلع ايجابي هدول بدون علاج فورا اذا طلع سلبي خد مزرعة وعالج كمان خد مزرعة مشان تعمل culture للثروت وعالج كمان لحتى تيجي تطلع المزرعة اذا طلعت المزرعة ايجابي بتكمل علاجك اذا طلعت المزرعة السلبي بتوقف العلاج تمام اصبح انا اولا التفريق عبيكون سريري لاحظنا زملاء انا في عندي صورة رسمتلكم اياها مين اللي هو suspected viral هذا ما بيعمل شي مع السلامة روح ممكن تجيني بعد يومين ثلاثة اعطيه مسكينات طفل ايجال عندي صار له خمسة ايام عنده اعراض التها بطرق تنفس علوي وعمر ثلاثة سنين انا ما بعطيه غير analgc وبقال له تعال بعد ثلاثة ايام بيكون كمل ثم ايام اذا ضلت عنده الاعراض ساعة بيصير فيه مبرر اني انا اعطي مضاد حي اذا ما ضلت عنده الاعراض خلص كفى الله المؤمن للقتال وغالبا ما رح يضل عنده اعراض المجموعة التانية اللي هي suspected bacteria فيه عندهم قلنا criteria بتدل هلأ فيه شي اسمه center criteria او center score او center scale ما بديكم انا تتعقدوا بهذه الاجمع وانائس واخط خلص انتو فيه صورة مريدكم رح يكون عنده حرارة عنده لسان توت العليق عنده ضخمات عقدية تحت الفك ما عنده سيلان انفي ولا عند عطاس انا هذا المريض شخصت عنده انه بيتماشى غالبا مع بكتريال عمله رابد انتيجين تيست اذا طبع بوستيف بتبلش معه علاج على طول في نصيحة او مرجع بيقول انه انا اعالج بدون رابد انتيجين تيست لا ما في ولا مرجع حتى لو كان انتي في عندك بس وعندك كل شي صريح طيب لانه ممكن يكون منوكلون انفكشو منوكليوز عفوا طبعا الا اذا كان انتي في عندك قصة احتكاك مسبت مع شخص اخر عنده ساعتها ممكن يكون هذا مشعر بيخليك انتي تستأنس وانتي ما عندك امكاني انك تعمل رابد انتيجين او انتي عملت رابد انتيجين وطلع النيجاتيب وانتي في عندك احتكاك مسبت مع شخص بيرجع بيقلك طفل عبيحضر دايك عبيحضر طفل في المدرسة واجافي عنده هذه الاعراض وانتي شفت هذا ممكن يغنيك اذا انتي طلع الربد كونتريز ليه لانه الريسك تبع ريوماتيك فيور ستيل هاي فمشان هيك الامريكان اكاديم اوف بادياتريكس سمحت بهذا الكلام انه انتي اذا في عندك الربد انتيجين نيجاتيب وانتي ضليت انتي في عندك هذا ممكن انتي تعالج بالانتبيوتي لبين ما تعمل الكالتر اوكي لبين ما تعمل لو حبينا نلخص الكلام هذا كله اذا انا في عندي واحد هذا المريض ما بعمله اي شي ببعته برقب وبعت ثلاثة ايام المريض التاني اللي هو هذا المريض بعمله اذا طلع بوستيف بعالجه اذا طلع باخد منه مزرعة وبعالجه وبعد ثلاثة ايام بشوفه اذا المزرعة سلبي بوقف العلاج اذا المزرعة ايجابي عفوا اذا المزرعة ايجابي بتابع العلاج نعم طبعا الربد انتيجين تست الو رغم انه تابعه عالي كتير 95% ولكن الربد انتيجين تست المتعامل في حاليا السنستيف تابعه ممكن تكون قليل حتى 70% مشان هيك الديليم اللي موجوده في عندي هلأ صار انواع الربد انتيجين تست في نوع كتير الو السنستيف تابعه 94% اسمه الابتكال اميون السي ربد انتيجين تست طيب اذا نقدر منقول منلخص انه العلاج بالمضباط الحيوية هو للاطفال اللي هني يعني بيكونوا بكتيريال كلينيكلي كلينيكلي بكتيريال ساسبيكتد بكتيريال وفي عنده الربد انتيجين تست او الربد انتيجين تست نيجاتيب ولكن الكالتر طلعت باستي طبعا الانتي ستريبتولايزين انتي بادي تايتر ما لأي دور لا في التشخيص ولا في العلاج ببساطة لانه بده 8 الى 14 يوم لا يرتفع فانتي لو طلع معك نيجاتيب هذا ما بينفي انه انتي عندك جاز جاز فرنجايتس طيب طيب انا اعالج بايش اعالج البنسلين انا اضطررت انه بدي اعالج بالمضادات الحقيقية هل اعالج بالبنسلين ولا بغير البنسلين وليش ممكن يفشل معي العلاج بالبنسلين طالما بدنا تذكر شغلي انه هلأ انا بجوز انتوا تسألوا نفسكم ليه البنسلين لا يزال لدراج واللي هو ببساطة لانه الجاز يحصنا الحظ حتى الان ما بتنتج البتالكتاميز فهي ما بتقدر انه هي تدمر الحلقة البتالكتامي اللي موجودة بالبنسلين ومشان هيك لا يزال البنسلين والأموكسسلين وبالنسبة اليه انا بفضل الأموكسسلين اكتر هو الأموكسسلين تحمل امتصاص الهضمي وطيف افضل من البنسلين حتى في علاج الغاز ستريتوكو كالفارنجايتس طيب في بديل افضل بيقلك انه انت تستخدم ممكن تستخدم سيفالوسبورينات الجيل الاول والجيل التاني ممكن انت تستخدمها بدال البنسلين والأموكسسلين او اذا فشل البنسلين والأموكسسلين فانت ممكن تستخدم سيفالوسبورينات الجيل الاول الأول سفيلوسبراني الجيل الثاني كخط أول أو كبديل في حال فشل الخط الأول اللي هو الأموكسيسيلين أو الكنيسيلين طبعا مدة العلاج لا تقل عن عشرة أيام يوم واحد لازم العلاج يكون عشرة أيام كاملة طيب ليه الأموكسيسيلين ممكن يكون أفضل من الكنيسيلين لأنه لاحظوا أنه أحيانا هذه الستريبتوكوك رغم أنه هي ما بتنتج البيتالاكتاميز بس عاد يصير مكتسبي أحيانا بسبب البلازميد أنتوا بتعرفوا أنه البكتريا ممكن أحيانا ينتقل البلازميد اللي هي سيجمنت من الدي اناي تقفز من بكتريا لبكتريا فلاحظوا أنه ممكن هذه الستريبتوكوك تكون بالصدفة موجودة ضمن الفلورا اللي هي موجودة وتجي جنب بها تتكاسر بكتريا أخرى تكون في عندها رزيستنس للبيتالاكتام فبتقدر البلازميد يحصل جنب وتقدر هذه الستريبتوكوك تكتسب خاصية المقاومة وتصير تقتل اتدمر حلقة البتالاكتام بس إذا أنا عطيت الأموكسلين بجرعة كبيرة فهيك حالات ممكن أنا أتغلب على المقاومة لأنه عادة تكون مقاومة كمية طيب طبعا الماكروليد لنا بعد جائحت هنكو صار في روكمنديشن أنك أنت ما تستخدمها كخط أول إلا إذا أنت في عندك طبعا حساسية مصبتة أنه مريضك بتحسس على الأموكسلين وبتحسس على السيفلوسبورين ساعتها ممكن أنت تستخدم الماكروليد طيب طيب هلأ هون أنا خلصت محاضرتي اليوم الله يعطيكم العافية رح نسأل بعض الأسئلة وبتمنى تشاركوني في الإيجابة فيها لشوف ماذا استيعابكم للمحاضرة وهذا جزء شيق من محاضرتنا اليوم السؤال الأول طبعا الإجابات هني عشرة أسئلة بس بنا نجاوبهم بيس ولا نو أوكي بس هيك الإيجابة سهلة على الشات أنا رح شوفها السيناريو الأول عبيقول أنه أنت عندك خمس سنين ولد عمره خمس سنين في عنده ألم في البلعوم وسعال وحرارة لمدة ثلاثة أيام وطلع عنده الRapid Antigene Test Negative هل من المناسب أنك أنت تعطيه Amoxicillin Penicillin Antibiotic ولا مو مناسب يلا مين بقول يس إذا مناسب بقوله يس وإذا غير مناسب بقوله نو برافو برافو زملاء خلص نوم أحسنتم نعم طيب يا الله السؤال السيناريو الثاني عب يقوله أنه الدكتور تبع هذا المريض عطاه مسكينات وسألوا أنه يروح على البيت ويجي بعد 48 ساعة إذا ما تحسن مشان يعملوا مزرعة من البلعوم هل هذا الإجراء مناسب ولا غير مناسب طيب زملاء كمان بدنا لسه إجابتين طيب زملاء في الحقيقة الطبيب غلط لأنه كان المفروض من أول يوم لما أخذ المسحة وطلعت السلبي كان المفروض ياخد المزرعة إذا هو يفكر يعمل المزرعة بس ما يقوله روح وتعال بعد يومين مشان يعمل المزرعة إذا هذا الإجراء غير مناسب ما في داعي للمزرعة طالما أنت من الأول وما بدك تعالج ما في داعي تقوله تعال بعض يومين مشان تعمل المزرعة إذا أنت من أول يوم تأخذ الربط طلع السلبي قبل ما تبعت مريضك على البيت بترجع بتأخذ منه مزرعة تعطيه أنتبايتك وبتقوله روح تعال بعد ثلاث يوم لشوف النتيجة طيب السيناريو الثالث طفل عمره سنتين في عنده راني نوز وكف وميل ومدر فيفر for 8 days صار له 8 يام عنده سيلان أنف وصعال وحرارة إبانداون لمدة 8 يام هل المناسب أنك أنت تبدأ معه مضابطات حيوية يلا زملاء yes or no برافو زملاء نعم الإيجابي yes نعم مناسب أنك تبدأ معه لأنه صار له 8 يام لنا برجع بذكركم في القاعدة الزهبية مريضك عمره تحت الخمس سنين وأعراضه أقل من خمس أيام برد أعصابك ولا تعطيه مضاد حيوي وابعته وخلي يجيك بعد 3 يام مريضك صار له أكتر من 8 يام خلص دا تستنى يا دكتور طبعا هذا الكلام مو من عندي هذا الكلام تبع الـ غايدلاينز يوروبيا والأمريكان الاتنين طيب السؤال الرابع أربع سنوات بنت عمرها أربع سنوات وفي عندها انتان منتشر في الجاز منتشر صار في عندها التهاب في اللوزات في الجيوب والدكتور وصف لها بنيسلين لمدة 10 ايام هل هذا الإجراء مناسب ولا غير مناسب هل هذا العلاج مناسب ولا غير مناسب يلا الزملاء مين بيقول ياس مين بيقول نوم نعم الإجابة خاطئة صح العلاج خاطئ لأنه هذا صار إذا بتذكر ونحنا قلنا أنه الانتان بالجاز بس خرج من البلعوم لم يعد البنيسلين هو العلاج النوعي وإنما صار مضادات حيوية أخرى مثل طيب الخمسة عم نقول طفل عمره خمس سنوات عنده انتان مسبت بالستريبتو كوك في اللوزات وبعد ثلاثة أيام من العلاج بالبنيسلين ما في أي تحسن هل من المناسب أني أنا أوقف البنيسلين وأغير على مضاد حيوي تاني طفل عمره خمس سنوات عنده انتان مسبت التان لوزات مسبت بالعقديات بعد ثلاثة أيام من العلاج بالبنيسلين ما في تحسن هل من المناسب أني أنا أغير العلاج يلا زملاء تماما برافو نعم أحسنت نعم من المناسب أنك تغير العلاج قلنا أن العقديات هي عادة غير منتجة للبيت تلكتماز ولكن أحيانا ممكن تكتسب هذه الخاصية عن طريقة البلازميد القافز من بكتيريا أخرى وتصير عندي تصير معندة على البنيسلين وأنا هذه بميزة أنه المريض بياخد ثلاثة أيام بنيسلين وما بيستفيد ما بتحسن ففي الحالي أنك استطباب أنك أنت تغير في الحالي إلى سيفلوسبورين جيل أول طيب طفل عمره ست سنوات في عنده إلتان لوزات بالمكورات العقادية وبعد عشر أيام من العلاج بالبنيسلين الآن رجع صار في عنده حرارة بس لما أنا فحصته اللوزتين تبدو طبيعية وبس أنا أخذت مزرعة رجعت عدت المزرعة قامت طلعت بوسيتيب الدكتور طلب من المريب أنه يتابع على البنيسلين لحتى تصير المزرعة سلبي هل هذا العلاج مناسب هل هذا التصرف مناسب نرجع من العيد طفل عمره ست سنوات كان في عنده إنتان لوزات مسبت بالعقديات وعطينا بنيسلين عشر أيام بعد ما خلص العشر أيام رجعت الحرارة هذا السيناري ونشوف ه كتير طلعت اللوزة طبيعية خدت مزرعة للتأكيد ومطلعت المزرعة إيجابية الدكتور طلب الدكتور أنه نتابع البنيسلين كمان لحتى تصير المزرعة سلبية مين مع ومين ضد أحسنته زملاء طبعا كل ياتنا نوع نوع بقوة لا يجوز عشر أيام خلص انتهى الكلام دور على سبب آخر للحرارة هاي الشغل الشغل الثاني نرجع منقول أنه الحامل اللاعرضي يعني الحامل واحد عنده المزرعة إيجابية من البلعوم مزرعة إيجابية من البلعوم بالستريبتوكوك هذا ليس استطباب للعلاج ما في استطباب أني أنا أعالجه بشان أستأصل للعقديات لأنه الكارير ممكن أنا مجرد ما أنه العلاج يرجع أصير كارير مرة ثاني فما في فايدة مثله مثل علاج الهيليكوباكتر بالغاستريتس يعني الهيليكوباكتر غاستريتس ما بجوز أنت يتعالج واحد أسيمتوماتي بدي يكون في عنده مشكلة أنت بتعتقد أنه سبب ساعتها بتعود بتعالج أما أنك أنت عبتعالجه لأنه كارير لأنه مزرعة إيجابية ما بجوز طفل أمره بنت أمرها سبع سنوات في عندها ضخامة في العقد تحت الفك تمام وعندها مزرعة بالعوم إيجابية هل من المناسب أنك تعطيها بنيسيلين طفلي أمرها سبع سنوات في عندها ضخامة في العقد اللي فيه تحت الفك بس ما في عندها حرارة ولا في عندها ألم في الحلق ولا في عندها أي أعراض من أعراض التهاب البلعوم فقط في عندها ضخامات في العقد تحت الفك وإما حيسي إجيت عبتقول والله يا دكتور هذه لو زاتها ما بيطيبوا أبدا جيت إنك لما فعلا شفت في ضخامة عقدية تحت الفك بس ما في حرارة وإنت في حصل البلعوم ما شفت شي وما في التهاب لو زات عندها صريح طيب خدت مزرعة لأن الأم لحت عليك قامت طلقت المزرعة إيجابية إيش رأيك تعطيها فنيسيلين ولا ما تعطيها فنيسيلين برافو برافو نو صح خلص مزبوط هذه ولو إنها حامل طالما ما في التهاب بالعوم ضخامة العقد اللي فيه تحت الفك ليست استطبابا للعلاج طيب خمس سنوات طفل عمره خمس سنوات عنده حرارة والتهاب بالعوم والتهاب لوزات وعنده غشاء أبيض مغطي اللوزات وعنده ضخامة عقدية تحت الفك حلو يعني هذا تمام ومو تمام انت انت عملت رابي التست اما طلعت نيجاتيف طيب هل توافق على بدء العلاج بالمضادات الحيوية لهذا المريض يلا مين بيقول نعم ومين بيقول لا برافو 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 كلها إجابات صحيحة نعم نعم هذا المريض هو اللي نحن لازم نعطيه وناخد منه ونقوله تعال بعد ثلاث ايام اذا طلعت الكالتشار نيجاتيف من واقف الانتيبيوتك وزا طلعت الكالتشار بوزتيف من تابع الانتيبيوتك فور فول تين دايز يا الله تسع سنين ولد عمره تسع سنين عنده ألم في البلعوم وحرارة والتهاب بالعم وعنده ضخامات في الوقضية تحت الفك في العقد النفية تحت الفك والربي التست طلع نيجاتيف بعد ثلاث ايام اجت المزرعة سلبي بس الولد لسه في عنده حرارة هل توافق على متابعة العلاج بالمضاد الحيوي ولا لا هل توافق هل انت مع استمرار العلاج بالمضاد الحيوي ولا لا يا سلام عليكم يا سلام عليكم كل اجابات صحيحة نو طبعا دور على سبب اخر للحرارة يا اخي بس ما تقلي معه التهاب لوزات بالجاز برافو يلا السؤال الاخير طفل عمره ست سنوات في عنده التهاب لوزات متكرر حلو هذا السين يرى ونشوفه كتير بقال له ما يبطيب لا بيرجع بمرض في عنده انت طلعت شفت في عنده ضخامة فوليكلر هيك ضخامة جرعيبية وفي عنده قاز انت شخصت قاز ايسوليت تنسولايتس هل من الكافي انك انت تعالجه عشرة ايام بالأورال بنيسلين هل بكفي الحقيقة انا رح جاوب بكون لا لانه هذا الفقر انا ما اطرقت الله في المحاضرة الاجابة لا ما بتكفي نعم هذا العلاج صح وثلاثي جاوبونا برافو ما بتكفي في الفلوكلر اللي كرونيك تنسولايتس لما بيسكون في عندي ريكوران تنسولايتس عادة لازم اضافي للعلاج عشرة ايام بالبنيسلين اني انا ارجع اعطف وراهم خمسة ايام كلين دمايسين في بعض النظريات الاخرى بتقول او بعض المدارس بتقول انه انا ممكن اعالج بالبنزاسين بنيسلين مع اربع ايام بالريفان بيسين هيكي منكون خلصنا محاضرتنا لليوم اذا في حدا من الزملاء حبي بيصير اي نقطة للنقاش شكرا لمشاركتكن انبسط كتير بوجودكن زملاء اطباء الاطفال اللي شاركونا اليوم مع زملاءنا في اختصاص طب الاسرة بتمنى تكون الجميع استفادوا اذا فيه اي استفسار او سؤال هيك يمزيد من التحفيز رح يكون كتير كتير مرحب فيه السؤال السؤال كأنه هون فيه سؤال بالشات خليني يشوف عابيقول كيف ممكن نميز الابشتنبار بالاصابة بفيروس الابشتنبار خليني نرجع السؤال رقم 8 طفل عمره خمس سنوات عنده مزبوط طيب هلأ هو نحنا سريريا صعب جدا ان نحنا نميز هل هو ناتج عن الانفكتشوات مرونيكوليوز ولا هو عن الجاز ولكن انا اذا بدي انا اشوف اذا في عندي ضخامات عقدية باماكن اخرى اذا في ضخام اضطحال هادي من الاشياء اللي ممكن يبدلني بالاضافة لانه انا هدا كونه باكتريال انا لازم اعالجه مشان هيك بعالج انا وباخد المزرعة بعد ثلاث يام اذا طلعت المزرعة سلبي بوقف العلاج لانه ممكن يكون ممكن تونسيلايتس ما بالضرور يكون جاز بس او انفكشو اسم النوكوليوز ولكن التوصيات انك انت في البلدان اللي فيها ريوماتيك فيفر انسيد هاي ريسك انك انت لما بتكون في عندك هالكريت هالصورة السريرية اللي بترجح انه هي بكتريال جاز فرينجايتس ابدأ العلاج خد المزرعة وبعد ثلاث ايام ارجع قيم مريضك وشوف المزرعة عم نتكلم في حال اذا طلعت الربد تيست نيجاتيف او انت ما عندك رابد تيست بدك تعمل الكلتر وبس بتعالج وبتاخد الكلتر وبعد ثلاث ايام بتشوفه طبعا اذا لما بيكون انفكشو اسم النوكوليوز سريريا ولا بهذه الاشياء ما ممكن تمييزها بعد ثلاث ايام عادة اذا كانت عندك ابشتينبار رح يصير وانت عطيت اموكسيسيلين رح ممكن يصير في عندك الطفح الوردي المعروف بالمسار بالاموكسيسيلين بالاموكسيسيلين كمان بيطلع اذا انت في عندك بإمكانك تعمل تحاليل خاصة لانفكشو اسم النوكوليوز ممكن تتأنس فيها بيك حالات كمان ولكن ما في دور للتحاليل المخبرية حقيقة القصد من السؤال انه هل يوجد تحاليل المخبرية انا ممكن استأنس فيها قلنا الانتي ستريبتوكوكا الانتي باديز لا دورة لها الانتي ستريبتولايزين الانتي باديز ما لها اي دور فانا ما بيستفيد منها هذه انا اتوسع شوي في الاجابة عن هذا السؤال والوايت بلاد سيلز كمان انه والله انا عائرة شوف مرتفعة وجود جاز ما مهمين حقيقة ما مهمين هون فانتي اذا فينك تعمل شو اسموه هذا الهترو فيه الانتي باديز تيست اللي انتي شو بيسموه هذا الربد سكرين بولبونيل تيست ممكن تعملوه اذا انتي ما في عندك هذا الهترو فيه الربد تيست تبع المونو تبع الانفكشو مونو ممكن تطلب الانتي بس بس هادي بتاخد وقت طويل ولكن انت شو بدك تعمل بها الفترة بها الاسناء طبيعي بدك تعالجو على اساس انه يجاز وتستنى تطلع المزرعة بعد ثلاث ايام حلو كتير السؤال السلام عليكم دكتور ممكن سؤال تفضلوا تفضلوا مك دكتور خلدون كيف حالك اهلا وسهلا دكتور صحة والعافية رب اه 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 الله يسلم جزاك الله خير محاولة راجبيني جدا بصراحة الله تزيق الخير شكرا الله حياك الله تضل فضل بالنسبة للموضوع الحم الراثوية او مسلا المشاكل القلبية حسب الدراسة اللي عرضت لنا بالمحاضرة نعم نعم هل انت تنصح نعمل سكريني مسلا او فيه آلي للمرضى بحيس انه نتوقع بالمستقبع ما نكتشف فجأة انه عندهم مشاكل لصمامات قلبية مسلا هل فيه آلي معين طبعا كل ايه هلا انا لما بدي اشخص طبعا ريوماتيك فيفر انت بس نواجد عندك الشك بيجي سريري انه انا شفت في عندي متتماشة مع ريوماتيك فيفر فانت لازم تعمل دوبلر لازم تعمل ايكو دوبلر للقلب وتشوف اذا في عندك آفيفة عالي طفل عنده التهاب العم وانت سمعت في عنده نيوم مرمر ما قد بعمره الاهل ما بحياتهم سمعوا عنده او حد ذكر لهم انه كان في عنده هذا نفخ قلبي او صوت حديث حديث التهاب العم ما حدا يخد باله ودخل بريومانتيك هارت وهلا انت جيت عب تسمع المرمر فلا تعدوا لما انتوا بتشوفوا موجودات قلبية اثناء فحص لمرض اخر طفل عب يشكي من تعب عام اجل عندك سمعت عنده مرمر شفت في عنده طلرت ECG طلع عندك شفت عنده شيء ممكن يدل على وجود ريوماتيك ممكن تطلب الإيكو دوبلر ولكن انه انا كل واحد عنده التهاب العوم او صار عنده التهاب العوم اعمل له إيكو دوبلر لا غير موصفي لازم انت تشوف شيء بدل على وجود ريوماتيك في اوكي سمع الله زيك الخير شكرا زيلا هلين دكتور انا عشات عبيقوله الزرع غير متوفر هلأ اذا الزرع غير متوفر انت بدك تعتمد على السريريات تحاول تطبق المعايير المعمول فيها لسبق زكرة وتتوخى الالتزام فيها قدر الامكان ولا يكلف الله نفس الا وصعها يعني اذا في الرب التست ممكن تستأنس فيه اذا ما في تعتمد على بس بس طبعا هذا ما يبقى بشغل الاكاديمي صح نحن نسعى لأفضل شغل مثالي بضوء المتاح الله يعطيكم العافية زملاء الله يعطي حكي نسا في اسئلة انه ممكن تحرد جهور الطفح العلاج في الاموكسي هذا سؤال يبلي منه مانع انه انا اعالج لا حتى لو كانت انفكشو اسمنون نوكليوز يعني انا اجل عندي طفل وشكيت انه هذا ممكن يكون انفكشو اسمنون نوكليوز بس هو واجب حسب ال لانه انا اعالج لانه انا بمنطقة هاي رسك لل طيب يعني انا ما بعطي العلاج حتى ما يصير طفح لا الفكرة مرفوضة طب يعطي الطفح مشان يعطي العلاج مشان يصير طفح وهذا الشي ساعدني في التشخيص اوكي لا بأس في ذلك لا بأس ما انا مختلفين نعم الطفح يعني احد الكريتريا هو الطفح المصار في الاموكسي بس هذا لا يشكل اي شيء ما بيشكل يعني اي دافع لتغيير خطة العلاج في سؤال ثاني حكيم عندما اختبار المصدد السريع غير متوفر حتى لو كان متوفر غير ممكن طلبه بالممارسة اليومية سقاطة مجتمعنا ماذا سوائد نحن قالنا دكتور مظبوط ان هذا شيء موسيق في حقيقة انه انا عالج على الغميضة يعني ونعتمد بس على السريريات اذا بدنا تعتمد فقط على السريريات التي سبق ذكرناها تمام الله يعطيك العافية شكرا لكم ما انا شايف سؤال تاني انا طيب في نقطة انا كنت متوقع حدا يسأل عنها وما حدا سأل موضوع التهاب اللوزات المزمن واستقصال اللوزات خلينا اذا نعرج على هذا الموضوع في الحقيقة الاستقصال اللوزات عند الاطفال اللي عندهم التهاب اللوزات مزمن او التهاب اللوزات مزمن بالجاز يعني الدراسات كلها عبتقول انه عند الاطفال ما ثبت لها فائدة اكتر من المجموعة اللي ما تم استقصال اللوزات عندهم يعني لا يعتبر التهاب اللوزات المزمن استطباب لاستقصال اللوزات عند الاطفال الا اذا كانت في ضخامي سادي أو إذا كان في عندي بكتيريا أخرى غير البكتيريا غير الجاز مثلا كوريني بكتيريوم أو شيء أو إذا في عندي اختلاطات صار يتخراجي حول اللوزة أو ما شابه ذلك أوكي؟ يلا يعطيكم لعافية وملاء